أهلا بكم يعاني الاقتصاد الفرنسي المسنط ثالثا على الصعيد الأوروبي هذه الفترة من عدة متاعب تتوزع بين المالية العمومية المثقلة بالديون وقطع خاص أقل تنفسية وجذبا للاستثمارات وفق تشخيص عدة أوصات اقتصادية محلية ودولية بين التشخيص والعلاج مساحة شاسعة من العراقيل والإكرهات يتقاطع فيها الاقتصادي بالاجتماعي والسياسي ساحة الاقتصاد الفرنسي ملفنا الرئيسي في عدد هذا الأسبوع من اقتصاديات نتناوله بمعيات مستشار المجلة الاقتصادي عبدالخلق التهامي أستاذ تهامي أهلا بك أهلا وسهلا بداية بلغة الأرقام ممد السوء الوضعي الاقتصادي الرهنة في فرنسا تظهر أهم المؤشرات المتاحة أن فرنسا دخلت في حالة رقود تدخمي تباطع فيها النمو بشكل كبير حيث أن نسبته المتوقعة لن تتعدس 0.3% خلال سنة 2023 مع نسبة تدخم ستفوق 5.5% على الأرح ونسبة بطالة في تزايد قد تكون في حوالي 8% بنهاية سنة 2023 مع تراجع في نفس الوقت للقدرة الشرعية للأسر الفرنسية بل أن هناك من المحلينين من لا يستبعد حدود انكيماش اقتصادي ستاكفلاشيون خلال هذه السنة بل أن فرنسا تنفق أكثر مما تنتجه ومن هنا ترتفع المديونية للإشارة تبلغ تلك المديونية 3000 مليار أورو وتصل نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي لفرنسا حوالي 111% الولي المحافظة على تصنيف الدين الفرنسي يعني نجحت الحكومة الفرنسية في إقناع وكالة ستندرد أند بورس جلوبال للإبقاء على تصنيفها آآ دون تغيير ملتزمة بأنها ستخفض عجزها في السنوات القادمة بشكل محسوس ولقد تركت الوكالة الأفاق في اتجاه سلبي بالنسبة لفرنسا رغم المحافظة على درجة التصنيف فيما كانت عليه سابقا ما هي العوامل المالية والاقتصادية التي جعلت الاقتصاد الفرنسي يظهر وكأنه أصبح متجاوزا وغير قادر على كسب رهان المنافسة داخليا وخارجيا هناك عدة عوامل متداخلة مكملة لبعضها البعض فهناك عوامل مالية وأخرى اقتصادية وأخرى اجتماعية بنياوية مثل الشيخوخة والمعطية الديمغرافية وترجع الإنتاجية مقارة مع دول أخرى في أوروبا وفي غيرها على الصعيد المالي خفضت وكالات فيتش كما هو معروف شهر أبريل الماضي تصنيفها الإتماني للدين الفرنسي حسب تصنيف فيتش يفيد الصعوبات التي تواجه فرنسا حاليا على عدة مستويات اقتصادية مالية واجتماعية خصوصا متعلقة بعز الميزانية المرتفعة مع زيادة متاعبها نظرا للارتفاع الممكن لإسعار الفائدة ولتكاليف الدين المترتبة عنها فنظرا لهذه الضرفية السيئة هناك تراجع واضح لجاذبية البلاد للمستثمري الأجانب بشكل متوازي يستنتج بعض المحللين أن فرنسا غير مهيئة أباتاتا بالشكل الكافي لمسايرة مختلف تحولات التكنولوجيا مقارنة مع دول أوروبية أو مع الصين أو الولايات المتحدة وكل ما تعلق بوظائف الغد وهذا ما يفقدها نقطة مهمة على المستوى التنافسي بل أن فرنسا تظهر وكأنها تأخرت عن الرهد فلقد سجل المعهد الوطني للإحساء والدراسات الاقتصادية الفرنسي لينسي تراجع وتدهور كافة الأنشطة الاقتصادية في فرنسا خلال سنتين الأخيرات بما في ذلك القطاعات التي كانت فيها فرنسا رائدة في أوروبا مثل الصناعة النووية الفلاحة صناعة سيارات لبينة الرعاية الصحية إلى غير ذلك فضلا عن العوامل الاقتصادية والمالية المفسرة لوضعية الاقتصاد الفرنسي الرهنة هل يمكن تحميل المناخ الاجتماعي المحتقن بسبب بعض الإصلاحات غير الشعبية نصيبا مما آلت إليه الأمور على الصعيد الاقتصادي هناك بدون شك جزء من ذلك في احتقال الشارع الفرنسي استمر من دون ديلا حركة ما يعرف بالسطرات الصفراء ثم تواصل مع الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد زيادة على ذلك تواجه الحكومة الفرنسية غياب أي أغلبية مريحة لصالحة في جمعية الوطنية الفرنسية فنظرا للظروف الاجتماعية المضطاربة لعدة سنوات الآن ينظر المستمرون ووكالة تصنيف نظرة سلبية للاقتصاد الفرنسي فقد تراجع المؤشر المركب الذي يقيد تقاعد رؤساء المكاولات بين شهرين أبريل وماي يؤدي هذا الاحتقال ونسب تدخم إلى المطالبة بالزيادة للأجور وإذا تم ذلك ولو بشكل جزئي ستدخل فرنسا في سيرورة حالة زونية تدخمية ما يعرف بسبيرال انفلاسيونيس تربط التدخم بالأجور وهذا جد محتمل ومن هنا يتضح الارتباط بين الضرفية الاقتصادية والمالية من جهة مع المناخ الاجتماعي المحتقن من جهة أخرى في فرنسا بعد الإصلاحات التي رفضتها شارعه واسعة من المجتمع الفرنسي عن حق وخطأ أخر السؤال سيد عبد خلق التهمي ما هي الهوامش والخيارات المتاحة للقيادة السياسية خاصة الرئيس مكرون لتحقيق عودة الازدهار والرخاء الاقتصادي التي أطلقها بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية نعم تحاول السلطة الفرنسية المسؤولة طمعنات رأي العام الفرنسي والأسواق المالية ففي البداية تحاول الحكومة تبني وتمرير إصلاحات هيكلية ومالية واخذ وضعت هدفا في خفض العجز وتريد العودة به إلى جوشفة سنة سبعة في المائة في عام 2027 ثم خفض المد يونيا وكل ذلك اعتمادا على خفض الإنفاق العام بالأساس دون إعطاء توضيحات أكبر عن كيف سيتم ذلك خصوصا أمام شارع في غلايا واحتقال الجماعي كبير فالحكومة تتحدث عن إصلاح النموذج الاقتصادي ككل مع توجه إلى الصناعات الخضراء البادلة لإعادة تصنيع البلد وخلق فرص شغل جديدة لكن هذا التوجه يواجه صعوبات في صياغاته وفي تنزيله هامش يجب تفكير فيه ودمجه في التحليل أيضا وهو حجم الدولة في الاقتصاد الفرنسي وهذا ما يخفف أثر صدمات حجم الدولة هذه يخفف أثر صدمات من خلال نوابن أوتوماتيكية أمورتيسور أوتوماتيك مقابل ذلك هناك قوة النقابات والشارع الفرنسي الذي يقف ضد كل الإصلاحات رغم جدواها المالية أو الاقتصادية هامش آخر ضيق في نظري مرتبط بالمالية العمومية في فرنسا وهو خدمة الدين الخارجي الذي سيصل حسب التوقعات إلى حوالي 70 مليار أورو سنويا هذه فقط خدمة الدين بحلول سنة 2027 رغم كل الإصلاحات وسيكون ذلك أول مركز في الإنفاق العام بانسبة العكومة مضيقا على النفقات الأساسية الأخرى هذا لنقول أن الهواء ضعيفة وتقل شهرا بعد شهر مستشار المجلة الاقتصادي عبد الخالقة تهامي شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا وإلى اللقاء في فقرة روبرتاج بناء مستقبل مارن في إفريقيا من خلال ما يسمى بالزراعة الحافظة والمكنة المستدامة محور المؤتمر الإفريقيا الثالث للزراعة الحافظة الذي احتضنته الرباط هذا الأسبوع في المتابعة اعتماد سلام من بين أبرز توصيات المؤتمر الإفريقيا الثالث للزراعة الحافظة إشراكوا القطاع الخاص في برامج إرساء هذا النوع من الزراعة والعمل على تشجيع إحداث بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة باعتبارها عاملا أساسيا لإنجاح التحول الفلاحي في القارة الصمراء التجربة المغربية في هذا المجال شكلت نموذجا للتدارس خلال أشغال المؤتمر محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هي مناسبة لطرح وعرض كل تجارب التي كانت عندنا في بلدنا في هذا الجانب تأقلم مع تغييرات المناخية وخصوصا المشاريع الجديدة للمختط الجيل الأخضر المؤتمر عرف مشاركة خبراء وهيئات دولية تعنى بتطوير الفلاحة قصد تطوير الزراعة المستدامة والمقاومة للتغيرات المناخية في القارة الإفريقية بيتفا بيشدول نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إنها فرصة مهمة حقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المشاركة في هذا المؤتمر الإفريقي الثالث حول الزراعة الحافظة حيث تنكب محاور هذا المؤتمر على الممارسات الزراعية الجيدة والمكرنة الزراعية المستدامة ثم التأكد من حداثة الأدوات التي يستخدمها صغار المزارعين في إفريقيا إفريقيا تعتبر المنطقة الأكثر تعرضا في العالم لخطر عدام الأمن الغذائي بسبب التغيرات المناخية حيث انتقلت نسبة سوء التغذية في القارة من 17% عام 2014 إلى أزيد من 19% عام 2019 أي ضعف المتوسط العالمي مؤشرات تدعو إلى تسريع التحول إلى فلاحة حافظة ومستدامة نواصل مع الشأن الأفريقي ونختم به في فقرة جغرافيا اقتصادية بوفد هام يرأسه رئيس الحكومة المغربية شارك المغرب في أشغال منتدى أبي جون لرؤساء التنفيديين في إفريقيا المشاركة شكلت فرصة لإبراز الإنجازات والمشاريع التي يتم تنفيذها بالمملكة في مختلف المجالات وأيضا أوجه التعاون بين المغرب والكودفو خصوصا في المجال الاستثماري في المتابعة محفوظ أولد سالك رئيس الحكومة المغربية عزيزة خنوش قدم أمام المنتدى عرضا عن استثمارات المغرب خصوصا في قطاعات الصحة وصناعة السيارات والصناعة الغذائية والأسمدة والطيران خنوش أبرز كذلك جهود المغرب الكبيرة في تطوير البنية التحتية اللوجستية مشيرا إلى ميناء المملكة الأكبر في إفريقيا وعدد كبير من المطارات الدولية حول مشاركة المغرب في منتدى أبيد جان يعلق من إنجامنا أستاذ الاقتصاد يعقوب شعيب مشاركة المغرب مشاركة فاعلة نسبة لدورها الكبير في مجال المقاولات وفي مجالات البنى التحتية وفي مجالات الاستثمارة بصورة كبيرة مما يكون له تأثير إيجابي على اقتصاد المغرب وعلى اقتصاد الدول المستفيدة أمام المنتدى تم إبراز منجزات المغرب في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة إضافة للهيدروجين الأخضر الذي سيكون عرضه جاهزا للمستثمرين قبل نهاية العام معطيات تؤهل المغرب لأن يكون بوابة رئيسية على القارة يوضح من الخرطوم الخبير الاقتصادي أبو بكر عبدالله جمعة منتدى أبيد جان شكل مناسبة لإبراز التقدم الكبير الذي حققته المملكة خاصة على المستوى المكرو اقتصادي ومناخ الأعمال والانفتاح على عديد الأسواق ممتن للإصغاء إلى اقتصادية الأسبوع المقبل بحول الله